وأهلاً وسهلاً حياكم الله في هذه المراجعة الجديدة طبعاً هذا الجهاز اللي بيدي يعتبر اختراع أو ابتكار فريد من نوعه بصراحة يعني أنا كنت أشوفه في طبعاً بعض مقاطع الفيديو في المعارض اللي تم الإعلان عنه ومن وقتها وأنا أقول لازم أجرب هذا الجهاز هذا الجهاز اللي تشوفونه بيدي عبارة عن لابتوب أكيد البعض منكم مستغرب شوفوه كيف لابتوب بالطول وبالعرض طبعاً جاي كأنه مستطيل كيف لابتوب بهذا العرض طيب لو نفتحه هنا راح تعرفون ليش هذا اللابتوب جاي بهذه الطريقة يلا بسم الله هذا هو اللابتوب ونعطيه تتش سريع عشان تفتح الشاشة وأقدم لكم لينوفو ثينك بوك بلاس جين ثري البعض بيستغرب وشو هذا اللابتوب باختصار اللابتوب هذا موجه لصناع المحتوى الأشخاص اللي يعتمد على العمل في طبعاً برامج وتطبيقات مخصصة للتصميم للمنتاج ولي تقريباً أسبوع عندي هذا الجهاز جالس أجرب عليه الفوتوشوب أدوبي بريمير أدوبي أفتر إفكت إلستريتر حملت حتى ألعاب عشان أشوف كيف قدرته في الجايمينج المراجعة اليوم يمكن بتكون مختلفة بتكون فقط كتجربة مستخدم كيف أنت راح تستفيد من هذا الجهاز وتغتنم كافة المواصفات اللي موجودة بداخله زي ما شفنا شاشة عرض كبيرة جداً أو عريضة أو اللي سمونها ألترا وايد بس خلوني أسكره لأنه زي ما عودتكم خلونا نشوف الشكل الخارجي قبل ما ندخل على المحتويات الداخلية في البداية خلونا نشوف الكفر أو الغطاء اللي خلف الشاشة زي ما تلاحظون عبارة عن لونين كذا مقتسمة مع بعضها مكتوب هنا علامة ثينك بوك اللي هي السلسلة وهنا شعار لينوفو من الجهة اليسرى عندنا منفذ اليو اس بي تايب سي وعندنا منفذ سماعات الرأس والمايكروفون الجهة اليمنى ما فيها شيء من الجهة الأمامية مكتوب ثينك بوك ما أدري إذا بتقدرون تلاحظونها مكتوب هنا ثينك بوك طيب أما من الجهة الخلفية فموجودة المنافذ وفتحات المراوح هذه فتحات التهوية وهذه المنافذ الي تشوفونها من الخلف عندنا طبعا منفذين اليو اس بي تايب سي اللي شفناه على جنب واللي شفناه هنا أو موجود بالخلف الشاحن يدعم مئة واط فالجهاز طبعا قدراته عالية بنتكلم عن قدراته طبعا كقطاع كمعالج كمساحة تخزين ورام وغيره بالإضافة عندنا المنافذ الأخرى اليو اس بي اي والاتش دي ام اي طبعا هذه المنافذ الي يحتاجها الصناع المحتوى نجي على الحين نشوف الشكل الداخلي لهذا الجهاز عندنا هذه الشاشة العريضة وهذا مقاس الشاشة وهذه أبعادها أيضا الشاشة هذه دقتها 3K والنقطة المهمة انه الشاشة تدعم اللمس زي ما تشوفون هذه يلا نجي على الحين للي موجود بالأسفل عندنا هذه الشاشة LCD طبعا الشاشة هذه تعتبر تفاعلية انا بالنسبة لي انا شوفها شاشة ثانية لللاكتوب طيب كيف شاشة ثانية يا طارق باختصار تقدر تفتح فيها تطبيقات خاصة فيها وهذه انت تقدر تخليها هنا كشاشة كمتصفح تعتمد عليها تسحب منها صور اذا تفاتح الفوتشور نجي الحين عند التجربة والتجربة طبعا اللي با اوضح لكم كيف الموائمة بين هذه الشاشة وبين الشاشة اللي بالأسفل وكيف التوافق بينهم نسيت اقول لكم على شغله الجهاز هذا فيه قلم مدمج بداخله كيف نطلعه من خلف الجهاز هذا مكان القلم بس نسوي كليك وطلع لنا القلم وهذا سحبنا يتفاعل فقط مع الشاشة اللي موجودة بالأسفل وهي تتفاعل معه وتعرف انه القلم طبعا لانه ينشحن زي ما تلاحظون فيه زي الدبوسين حتى تشحن القلم فموضوع مدروس فيه حنكة ودهاء يعني طيب لو نضغط على علامة القلم هنا هذه علامة القلم يطلع لنا نقدر نكتب الحين بحاول اشرح لكم كيف احنا ممكن نستفيد من هذه الشاشة ومن ايضا التوائم مع الشاشة الرئيسية طبعا هنا عندنا التاتش نقدر نشيل المتصفح وننزلها تحت بساطة مرة يعني هذه هذه الصورة نقدر نضغط كده ونختار كابي اميج شتو كيف يعني هذا هو الموضوع طيب خلنا صغرها رجع اسحبها على فوق اوكي اخذناها كوبي لاحظوا الشاشة هذي كيف بتتغير لشكل اخر بتتغير الى يعني كنترولز وست خاص للفوتوشوب رحنا فتحنا فتوشوب شوفوا كيف تغيرت صارت ادوات مخصصة بروش سايز لاير كاباسيتي بروش كاباسيتي طيب اذا جينا بنرسم في بروش مثلا هذا انا رسمنا هنا في بروش رسمك في الماوس ماهو دقيق نقدر الحين نحط هنا مثلا ونكتب مثلا دائرة هنا مدخل خلاص انت انت جالس تشرح جالس توري الناس اللي عندك كل شيء وتقدر تتنقل فطبعا انا ماني برسام لكن في رسامين هنا بيفرق معه الموضوع مرة بيفرق معه يعني بيقول انا ابغى ادخل الفوتوشوب واجلس ارسم على راحتي تطلع لنا الارقام التحكم في الصوت كتم الصوت التشغيل والايقاف تطلع لنا الالة الحاسبة نجي الحين للأفتر افكت اللي بيغير بعد من الايقونات اللي موجودة او الكنترول خلوني اشغل مقطع الفيديو مثلا هنا اوكي لاحظوا لما سوي كده قاعد يغير الزوم ان والزوم اوت الفوتوشوب والادوبي بريمير والافتر افكت يعني هذه الشاشة نرفع اضاءتها نخفضها يرفعهم كلهم مع بعض شوفوا كيف يخي ما شاء الله عليهم شركة يعني احس فيه نفس اللي جالس يصنع الجهاز جلس معه وصمميه صناع محتوى قال له قل لي انتو ايش اللي تحتاجه ايش اللي تبغاه وهذا اكعد سرد له كل الاحتياجات اللي يبغاها نبغى الفريم اللي بعده نروح وهكذا نبغى نقطع الصوت يلا هذا شغلناه بدون صوت ابغى تلاحظون كيف سرعة الادوبي بريمير مع الجهاز انا كان عندي لابتوب ثاني ما هو مخصص لصناع المحتوى اذا جيت اشغله يعلق يسوي فريم دروب فهنا لا ماشي وقفته رجعت شغلته مشى هذه ميزة انه يكون عندك شاشة ألترا وايد زي اللي جاسين نشوفها الان يعني حتى مع الدقة اللي موجودة هذه الدقة اللي هي 3K عندك ثلاث شاشات نقدر الحين واحدة من الصفحات الأخرى مثلا هذا خبر نقدر نسحبه للشاشة الثالثة تحت يعني موضوع هنا مختلف ونقدر نكمل تصفحنا تقدر تفتح هنا فيديو وهنا عندك برنامج ثاني يعني عندك تقدر تقسمها كأنها ثلاث شاشات الجهاز زي ما وريتكم اياه جدا رائع بالنسبة لي بيكون رفيق في صناعة المحتوى قدراتها رائعة يعني لو نتكلم عن نظام التشغيل كيف تجربتي معه طبعا أنا جربتها في الجايمينج حملت لعبات طبعا سنو رونر وألعاب أخرى عشان أختبر قوة المعالج طبعا المعالج من انتل آي سيفن الجيل الثاني عشر عندنا الرام اثنين وثلاثين جيجا بايت هذا الجهاز يجي وان تيرا بايت مساحة تخزين نظام التشغيل ويندوز احداشر برو السماعات من هارمان كاردون عندنا بصمة الاصبع في زر التشغيل شاشة الترا وايد تدعم الى ثري كاي مواصفاتها ودقتها فعلا رائعة مع الشاشة اللي بالأسفل واللي تعطينا الدعم ومساندة للشاشة اللي فوق انا بالنسبة لي تعتبر هذه تجربة مستخدم جديدة فعلا كثير من الشركات الحين خصوصا الشركات اللي يصنعون لك تابلت ولابتوب يركزون على انه يكون التابلت مساعد لك هنا هنا دامجين لك اياهم كلهم في جهاز واحد وطبعا في صندوق الوصف راح احط لكم رابط هذا الجهاز كيف انتو يعني تحصلون عليه سواء رابط الشراء او بتلاقون في المواصفات الكاملة اذا حابين تستفسرون عن طبعا الفيتشرز او من ناحية العتاد الداخلي اتمنى في هذه المراجعة ما طولت عليكم حاولت اني اختصر اجيب لكم فقط الفكرة الجديدة في هذا الاختراع او هذا الابتكار الجميل بصراحة اكتبوا لي في الردود رأيكم في هذا اللابتوب وخصوصا اذا كنت انت من صناع او انت من صناع المحتوى اعطوني رأيكم هل تعتمدون على القلم ستايلوس تعتمدون على شاشة خارجية في الرسم هل تفضلون الشاشات القابلة لللمس في التصميم والاعتماد عليها كل هذه خلونا ندردش فيها في الردود كان معاكم اخوكم طارق الجاسر التقيكم في مراجعة اخرى اذا اعجبكم المقطع اضغطوا على الزر الاعجاب وشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم والتقيكم في مراجعة اخرى وياريت تشتركون في القناة وتشرفوني وفي امان الله اشتركوا في القناة